موسيقى أعزائي المشاهدين والمشاهدات أهلا بكم مرحبا في حلقة جديدة واللقاء جديد وممتع مع الدكتورة سيلفيا من خلال برنامج من أجل عائلة أفضل كما أعتدتم سنناقش قضايا عائلية مهمة وحيوية جدا من خلال البحث الذي قدمته لنا الدكتورة سيلفيا ومرحب بحضرتك دكتورة أحلام بك أسيس ومشكرك على وجودك معنا وعلى الدراسة الجميلة التي أعطتنا لهذه الحلقة وهي بعنوان نحو زواج سعيد وناجح نبدأ بالسؤال اللي الناس يحبوا يعرفوه وهو ما هو تعريفك للارتباط أو الزواج؟ وهل الزواج هو نهاية العلاقة أم بداية العلاقة؟ الزواج هو تجربة ليس لها نهاية زي المدرسة اللي بيلطحك فيها الشخص وما يتخرجش منها أبدا إلا طالما هو على قيد الحياة ممكن ناس كتيرة بتقبل على الزواج بيكونوا في منتهى الاتفاق وبيقبلوا عليها بحرص لكن قليلون هم اللي بعد ما بتنتهي مرسم الزواج بيكونوا في نفس الاتفاق اللي بدأوا به الزواج هو مش نهاية الارتباط مش نهاية الطريق لكن بداية الطريق في الزواج كمان يا أسيس كل الطرف بيتعلم عن الطرف الآخر وده الزواج بيدي فرصة مش موجودة أثناء الخطوبة الشخصين بيتعرفوا على بعض على عداد هم ما كانوش شايفينها أثناء الخطوبة كمان تقييمنا للطرف الآخر والعادات والطباعه بتتوقف على حاجات زي البيئة المحيطة وطباعنا إحنا وأفكارنا إحنا إزاي هي بتأثر على طريقة تقييمنا للطرف الآخر فده عمتا كملخص عن إيه هو الزواج نادر نقول أن الزواج بيجي كتتويج لحبنا وبداية لمشوار طويل جدا نعبر بيه عن حبنا للشريك الحقيقة مظبوط كميل طيب دكتورة يعني عايزين نعرف بقى نوع الحب الأقوى هل هو في بداية الزواج أم بعد مرور بعد السنين أو الشهور من الزواج المحبة بتقوى لما تختبر ممكن الشخص بيكون يوري شريك حياته محبة حلوة قوي في كلماته في طباعه في تصرفاته لكن بتبقى محبة ضحلة ليه علشان ما مرش الوقت عليها لم تختبر لم تختبر ما عدتش عليها مواقف أثبتت لشريك حياته قد إيه محبته دي حقيقية وفعالة ومضحية فأكيد مع مرور الوقت كمان الحاجة اللي أنا عايزة أقولها أن المحبة بتقوى لما يكون الرب هو أساس البيت المحبة دي المحبة الحقيقية هي محبة مضحية والمحبة المضحية ما بتبقاش من ذواتنا بنتخذها أو بتنبع من الرب فطول ما الرب هو أساس البيت وأساس علاقة الزواج بناخد منه بنستمد منه المحبة وبنقدر نظهرها للطرف الآخر ومحبة اللي جاية من الرب تكون محبة حقيقية رسيخة قوية أكيد بنلاقي أزواج لما بتيجي أول عاصفة في الزواج يقولوا لأ الزواج ده كان غلطة مكنتش المفروض أتزوج الشخصة دي الشخصة دي ما كانتش المناسبة لي مع أني ولا حد دفعوا ولا حد أكبروا على العلاقة دي أو الزيجة دي لا للأزواج اللي زي كده المحبة مش راصخة بينهم محبة مش مختبرة وبيبقى الحل هنا هو مش الطرف الآخر مش غلط ولا حاجة مش الاختيار الخاطئ ولا حاجة بس لازم كل واحد يتخلى عن رغباته علشان يسعد الآخر لازم يكون فيه محبة متبادلة واحترام متبادل وصبر وساعتها عمرك ما تندم على اختيارك يعني العطاء في العلاقة هنا أهم جدا من الأخ يعني كل ما احنا عطينا واستثمرنا في العلاقة كل ما العلاقة توطدت وترسخت صحيح والحقيقة دكتورة فيه هنا كتير من الشباب زي ما ذكرتي يعني في الأول بيعرفوا يحبوا يعني ايه يقولوا الكلام الحلو يقدروا يعني ايه يفتنوا الفتاة بطريقة كده جميلة جدا كل ده من برة لبرة كده مظاهر لكن أول ما يخشوا بقى فيه معترك الحياة بعد الجواز ويعيشوا الاثنين تحت سقف واحد والمسئوليات والمشاكل والتحديات الوضع بيختلف تماما أنا مش هقول إن هي محبتهم كاذبة وغير حقيقية لكن حتى الناس اللي بتدخل مشاكل بسي يعني أنا عايزة أقول إن محبة سطحية فيه محبة محبة حقيقية بس بعد كده المحبة دي بيسقلها مدى تكيفنا ومدى تضحياتنا في الظروف واستعدادنا للعطاء والتضحية أكيد جميل طيب دكتورة بالنسبة للزوج والزوجة بيكون عندهم يعني خلاف أو خناء بيتخنقوا مع بعض زي في أي بيت وبين أي زوجين يكون فيه اختلاف بيقول لحضرتك هنا إن الشيطان بينتهز الفرصة لجعل الفجوة بينهم أكبر كيف نهزم الشيطان في مثلة تلك الأوقات أولا أنا حابة أوضح للأزواج اللي بيسمعونا إن الشيطان إزاي بيكبر الفجوة إنه بيعمل على الاختلافات بين الأزواج يفضل ينمي في كل اختلاف يعني بتلاقي الأزواج بينجذبوا البعض في بادي العلاقة علشان هو لقي حاجة مختلفة فيها فشدته وهي لقيت حاجة مختلفة فيه فإنجذبت إليها بعد كده لما بيظهر خلاف بعد الزواج تلاقي الشيطان بيستخدم الاختلاف دو علشان يجعل منه خلاف ويبدأ ينمي ينمي الاختلاف هنا وينمي ويكبر الاختلاف ويكبر الاختلاف في الطرف الآخر وبعد كده بيانشأ خلاف بين اتنين تعهدوا أثناء مراسم الزواج أنهم يخلب لهم من بعض ويهتموا بسعادة بعض ويعملوا على سعادة طرف الآخر فالشخصين دول عليهم أنهم يرجعوا ويتذكروا مراسم الزواج والتعهدات التي قطعوها أمام الرب المفروض الرجل يهتم بزوجته كما اهتم يسوع بالكنيسة وعلى المرأة أنها تحترم وتغضى لزوجها وساعتها الخلاف سيتحل وكل واحد سيتخلى عن أنانيته وتعظيمه لذاته والخلاف سيأتي إلى نهايته طيب دكتورة سيلفيا لو كان عندنا زوجين يعني حضرتك ذكرى هنا عنيدين أو حازمين فما هي النصيحة التي ترغبين في إزدائها لهم أكيد الصراحة عندي أكتر من نصيحة أول حاجة بقولهم أني من غير اللائق أني إحنا نتنافس الزواج مش منافسة ما نتنافس على مين هيرأس البيت الرب وضع بالفعل قانون حيسم بالنسبة لكذا الرجل هو رأس العيلة الحاجة الثانية ما يتحولش تكبر الطرف الآخر أنه هو ينفذ رأيك لا ده بيقلل لو أنت الرجل الرجل هو اللي بيعمل كده ده بيقلل من رجلتك ولو المرأة هي اللي بتعمل كده ده بيقلل من رجلت الرجل برضو فدي نقطة برضو تمسك برأيك طوال الوقت يدمر سعادة وسلام البيت أنت بتقلل من شأن الطرف الآخر أو بتلغيه كل موقف يحصل وكل مشكلة أو كل قضية رأيك هو اللي يمشي طب وفيني الطرف الثاني بتمحي وجود أو شخصية الشخصيته الحاجة اللي بعد كده تخليك لطيف قولا وفعلا خلي بيقى لك من كلماتك لأن كلماتك لها تأثير كبير على الطرف الآخر سواء بالإجابة أو بالسلب ما تتكلمش بنبرة حدة للطرف الآخر دي حاجة حتى لو أنت قلت يعني ما قلتش حاجة خارجة لكن مجرد نبرة صوتك لما بتعلى دي بتسيب جرح في الطرف الآخر الحاجة الأخيرة لازم الرب هو اللي يسيطر على حياتكم ما تخليش طبعك وصفاتك هو اللي يسيطر الرب هو اللي يسيطر جميل أنا كمان بس عايز برضو أرجع لأول نقطة حضرتك ذكرتها عن أنه الموضوع طبعا محسوم أنه الرجل هو رأس الأسرة رأس البيت لكن مش عايزين نسيق فهم هذه الآية أكيد أنه أنا خلاص بقيت رأس البيت يعني أنا إنسان أنا الكلام هو المطاع أنا أعمل لأنا عايزه أكون ديكتاتور في البيت كله لازم ينفذ أوامري مش هي دي الطريقة اللي ربنا ذكرها بالعكس لازم نحب شركة الحياة ونتشارك جميعا في اتخاذ القرارات كمان ولكن طبعا الزوج هو اللي بيعطي القرار النهائي واللي يثبت كده أن الرب عمره ما كان ديكتاتور مع الكنيسة بالضبط عمره ما أكبر مؤمن على الإيمان ونذكر برضو الآية اللي بتقول آياتها الزوجات اخدعنا لأزواجكم ولكن برضو بيقول في نفس الأزواج للأزواج أن هما يحبوا زوجاتهم كما أحب المسيح الكنيسة بالضبط فالمحبة ما فيهاش ديكتاتورية وما فيهاش تعصف ركيد طيب ننتقل إلى السؤال الآخر حضرتك زاكرة برضو بتقولي أن فيه ناس كتيرة بتعتقد أن التعبير عن الحب هو ضعف كلمينا بقى عن التغيير اللي ممكن نصنعه في بيوتنا لو فعلا عبرنا عن محبتنا لشريك حياتنا يعني حاجة شايقة قوي حابة أشاركها مع المشاهدين إن أنا قابلت حاجة زي كده في حياتي هو اثنين متزوجين بأول هو مش بيعبر هو بيحبها بس هو مش بيعبر عن حبه فلازم نعرف إن لو الحب لم تعبر عن حبك أو محبتك لشريك حياتك بكلماتك وبأفعالك وبنبرد صوتك وبتعبير وجهك الحب ده هيموت وبدل الكلمات المحبة هيحلها كلمات اللوم والغضب والصريخ وكل الحاجات دي الحاجة التانية لو تعبير عن الحب انعدم تماما من جو البيت هتلاقي العطف والحنان برضو انعدمه من جو البيت وكمان تعبير عن الحب لو انعدم تعبير عن الحب بنلاقي إن الأفراد تحولت لناس بردة الإحساس تلاقي فيه فيه جو من البرودة مفيش وقام الحاجة التانية لما الشخص مش بيعبر عن حبه للطرف الآخر تلاقي القلب اللي هو مرتبط به قلب شريك حياته بيطوق للكلمات دي وممكن للأسف يسمحها من مكان تاني وأي شخص بيدي لشريك الحياة ده أو أعجاب أو إطراء تلاقي الشخص لي لأنه هو جعيم للكلمات دي كمان لما بعبر عن محبتي للطرف الثاني ده أنا بعبر عن تأديري وبيجعل الشخص اللي بيسمع الإطراء ده أو كلمات المحبة دي يشعر أنه هو راضي بيشعر بالردة وكمان بغير الردة بتجعل الطرف الثاني يسعى للكمال ودي حاجة حلوة قوي لما أنا أسمع كلمات تشجيع وكلمات محبة أحاول أحسن أكتر من نفسي جميل طيب خلينا نطلع فاصل قصير أكيد ونرجع نكمل كلامنا أعزائي المشاهدين فاصل قصير ثم نعود لا تنسوا أن ترسلونا على عنوان البريد الإلكتروني الذي يظهر أمامكم على الشاشة بعد الفاصل سنعود عدنا أعزائي لنكمل هذا الموضوع الشيق ونكمل سؤالنا مع الدكتورة سيلفيا كنا بنتكلم دكتورة قبل الفاصل عن التعبير عن حبنا للشريك حياتنا وكنا نقول أن في بعض الناس تعتقد أن التعبير عن الحب هو ده يعتبر ضعف لكن أنت قلت بالعكس ده بيشجع وبيقوي أواصل العلاقة بين الزوج والزوجة ممكن نكمل حديثنا هو أنا الحقيقة أحبب بس أضيف نقطتين صغيرين هو أن السبب في كده بيبقى يا إما حاجة ثقافية الشخص تربى في مكان خالي تماما من المحبة والأفكار حوله هي اللي نمت فيه حاجة زي كده المفهوم الخاطئ ده أو بيبقى شخص ماتت فيه الطبيعة الطبيعة اللي هي الطيبة الحنينة فبيبقى شخص جاف وقاسي مفوش حنوه مفوش حنين مفوش محبة مش عارف مش عارف يعبر عن محبته أو ممكن بيبقى شخص منشغل تماما من إنشغال في شغله وهو مش وهو مش واعي إنه هو مش بيقبر عن محبته لزوجته أو العكس فلأ يعني خلوا كل إنشغالاتكم وكل الهموم والضغطات وراء ظهركوا لما تطلعوا من العمل تسيبوها وتدخلوا بيتكم بابتسامة يعني دكتورة زي ما حضرتك ذكرت فيه أزواج كتير الحقيقة يعني بيقدوا واجبهم كرب الأسرة على الأكمل وجه وبيعملوا كل المسؤوليات اللي عليهم فعلا بطريقة جميلة لكن بيفشلوا في التعبير عن حبهم وده بيمكن بيسبب مشاكل الحقيقة مكتب كمان البيت اللي بيعبر فيه الزوج لزوجته أو العكس عن محبتهم استخداما للكلمات أو أفعال ده بيبقى مكان لسكنة الملايكة تلاقي المكان سعيد فيه سعادة في الجو يعني حتى لو الزوج بيعمل كل اللي عليه ومش بيعبر عن محبته هتلاقي برضو فيه نقص فيه حاجة غلط فيه اختلال في العلاقة فعلا فمهم جدا أننا نعبر عن حبنا بالكلمات أيضا وبرضو بالأفعال أكيد يعني ممكن أنا مرة أجيب لزوجتي أجيب وردة أقدمها لها الحاجات البسيطة الجميلة دي بتعمل فرق كبير صحيح طيب دكتورة كتبتي عن تباع الزوجة وتأثير تباع الزوجة على العائلة كلها بس بالأخص على الزوج برضو خلينا نعرف وجهة نظرك في الحتة دي بعد العرس أخلاق الرجل وزوجته يأما بتعله بتبقى أفضل وأسمى أو بتهبط طيب بتهبط إمتى؟ بتهبط لما الطبيعة الهابطة اللي موجودة أساسا في الإنسان هم بيفشلوا في التحكم فيها بيفشلوا في التحكم في طبعهم لو الرجل اختار صح زوجة حكيمة الزوجة دي هتكون نظير معين زي ما الكتاب قال بالضبط هتكون زوجة حكيمة تسمو بزواجها وتسمو بعائلتها وكمان هتساعدوا بحبها في زوجات يعني زوجات آنانية متمردة تفضل تدين حاجات في زوجها الحاجات دي ممكن تكون هي بيتهيأ لها أنها موجودة تقول له أنت مش بتحبني أنت مش بتقول لي كلمات محبة أنت آناني أنت بتعمل كذا وكذا 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 بدين حاجات مش موجودة بس الزوجة دي لازم تعرف أني بسبب إدانتها الحاجات مش موجودة هي بتعمل على خلق الحاجات دي تلاقي مع الوقت ومع التكرار الزوج بيتحول عن طبيعته وبيبتظهر فيه الحاجات أو الخصال اللي هي إدانتها فيه فمر أو على الأقل بيصاب بالنوع من الفطور الفطور العاطفي والابتعاد عن زوجته وعدم الاهتمام بيها لأنه كل ما بيعمل حاول يعمل حاجة هي بتنتقده أكيد فالنقد المستمر دوا وإظهار العيوب في الشخص طبعاً بتخلي الإنسان يبتعد ويفطر النقد الهدام مش البناء بالزبط وخاصة أنا بتكلم على السيدة اللي هي بتقول حاجات مش موجودة وفعلاً فيه سيدات بتعمل كده بيتهيق لها حاجات لإني إحنا بطبيعتنا كسيدات إحنا بنفكر كتير وبنحلل الحاجات كتير فساعات للأسف بلقش أقال على طول بالزبط احنا بنفكر حاجات ممكن يكون الزوج مش مفكرش فيها أساساً مش موجودة في مخيلته أساساً ولا في تفكيره فهي تبدأ تحلل حاجة مش موجودة في فكر زوجها وتحللها تحللها تتوصل لإستنتاج خاطئ صح وتدفع في وشه الاستنتاج يروح هو بقى مش عارف هو جابت هو مش عارف الاستنتاج ده جابته من إن أساساً صح في كتاب بالإنجليزي أكيد كتير الناس أرواه اسمه مين ار فر مارس ووين ار فر فينس يعني الاتنين كل واحد على كوكب تالي خالص مختلف خالص ده في حاله يفكر في حاجة تاني وتزوجها بترسم بقى قصص وخيالها اللي شغالها على طول ده وبتستنتج أمور مش موجودة فبتسبب مشاكل أكيد بس هو استراحة من نعم ربنا إن ربنا خلق لنا عقليتين مختلفتين تماماً ده بيكمل ده لكن تخيل لو كانت عقلية الرجل زي عقلية المرأة أو العكس هما الاتنين ليهم نفس العقلية ونفس التفكير هيبقى الزواج ممل وما فيش حاجة من الإنجزاب وفيه حاجات بتشوفها الزوجة ما يشوفهاش الرجل صحيح هي بتكمله أكيد أكيد تلاقيه هو مثلا شاطر في ناحية البزنس وإزاي يقود العيلة موارد العيلة المالية وإزاي تحكم في الاقتصاد العيلة لكن هي مثلا تهتم بالبيت أكتر تدبر للبيت أكتر هي تشوف الحاجات النقصة في البيت لكن هو عمره ما يشوفها عمره ما يلاحظها فيه آية سيلفيا في الكتاب المقدس بتقول يعني أفضل للرجل أنه هو يطلع ينام فوق السطوح عن أنه يعيش مع زوجة مخصمة زنانة ومخصمة صحيح فده يعني فعلا ده آية طبعا أنا مش عايزة يعني أخص الزوجة بالذات لأن في أزواج بيعملوا نفس الشيء الآية بتشمل الكل أكيد لكن الإنسان الزنان اللي بينتقد كتير دوا أفضل للواحد أنه يطلع ينام على السطوح أنه ينام مع زوجته أهو في الحقيقة يا أساس خلينا أقولك ليه في رأيي أنا للكتاب قال أن الزوجة هي المخصمة الزوجة تأثيرها أكبر بكتير من تأثير الزوج بكتير أبعاد يعني هي موجودة دائما في البيت هي موجودة دائما في البيت وليها تأثير يعني لو الزوجة سعيدة البيت كله هيكون سعيد لو الزوجة مخصمة وغضوبة ودايما بتتخانق على حاجات مش موجودة البيت كله هيكون في جوه من الكرب وجوه من الاستقرار فده بالنسبة للزوجة الأنانية اللي طباعها بتغلب على البيت طيب بالنسبة للزوجة عندك أي حاجة تحب تقوليها دكتورة أكيد بالنسبة للزوجة هو الحقيقة برضو السؤال الأخير بتاعنا كان بيتكلم على الزوج الأزواج بيبقى عقلهم مركز أكثر على الشغل وتلاقي بعض الأزواج بيفشلوا في الفصل بين حياتهم المهنية وحياتهم العائلية يخرجوا من الشغل ياخدوا كل هموم الشغل وضغطاته وتوتراته ويدخلوا بها البيت صح ويوطر البيت قبل مراتك وأنت داخل وأحضنها وأحضن أولادك وقبلهم وأضي وقت مع أولادك ساعتها أنت هتجلب جو من السعادة لبيتك كمان أنا حاب أقول أن الزوج اللي مش بيعمل كده بيتطر يدفع تمن كده ليه؟ لأن الأب لما ييجي وبدخوله بس البيت بدل ما هو سعيد وفيه ضحك وفيه نوع من السعادة كل الحاجات دي بتتوقف مع دخول أو إقبال الرجل أو الزوج أو الأب من شغله ده بيسبب نوع طيب هو هيقضي باقي اليوم كله في البيت طيب البيت بيبقى في حالة من السكون وكله مكشر وكله مش بيتحك لأن الأب مش مبسوط إحنا خايفين ممكن نعمل حاجة الأب يزعلها أو يزعلها فينا فده بيسبب ده بيصيب قلوب أفراد العيلة بالسكم وبيبقوا عرضة أكتر عرضة أكتر للأمراض لأن كتاب بيقول في آية بتقول أن القلب الفرح يعني فيما معناه القلب الفرح هو بيكون سعادة لغيره لكن الروح السقيمة من يحتملها فلو في سكم في البيت وحالة من الحزن ده بيسبب أمراض في مدير لي دكتورة زمان كان يقولي أنا وأنا خارج من المكتب بقفل المفتاح وأنا خارج من الباب المفتاح أحط كل هموم الشغل جوه المكتب وأقفل بالمفتاح وأروح على البيت بمعنى أنه خلاص حاجات الشغل ويرح بقى البيت شخص جديد يشوف يهتم بعائلته وأولاده تشبيه رائع كمان آخر نقطة أحب أقولها أو النقطة القابلة الأخيرة أن شخص اللي بيجيبت عايس تشغله لبيته الرب مش مبسوط أن يشوف بيتك تعايس طبعا وده حاجة أنت أنت السبب فيها السلام والفرح بين إيديك تحت رجليك غير طبعك هتلاقي السلام والفرح حاضر في بيتك القرار قراره القرار قراره لو الزوج بيعتبر كلمات المحبة والعطف غير مهمة بالنسبة له أنا عايز أقولك أن مكان الكلمات دي هتيجي كلمات العنف والغضب وكل الأشياء اللي أنت مش عايز بيتك مش عايز هتكون في بيتك جميل السؤال الأخير بقى دكتورة اللي حضرتك سكرته هنا بتقولي أن في أزواج مش بيكون عندها النفس الراضية وتلاقيها بتستغرق في مشاكلها كتير وبتكون قلقة ومتوترة وبيتخيلوا أن الفقر والحاجة في طريقهما إليهم والأزواج دي فدايما البيت يكون فيه قلق والطراب كده هم إيه دول دول الأزواج وخاصة الرجل ده الرجل اللي هو عايز يحافظ على اقتصاد بيته بس بيبالغ بيحسب كل حاجة ودايما فاكر إني خلاص هو على وشك أبواب الفقر وده الشخص اللي هو ما تعلمش عن الشكران والحمد وأنه هو يشكر بركات ربنا الثقف ربنا الثقف ربنا بالضبط حتى لو كانت حاجة حقيقية لو هي فيه حاجة فعلا فيه احتياج هو بعودة الله موجودة هو بعودة الله موجودة لكن فيه أشخاص تلاقي كل حاجة تمام لكن هو فاكر إني لأ فيه فقر جاي نوع من الهوس فأنا دول أقول لهم تتمسكوا بعود الرب غيروا طبعكم غيروا مفهومكم ويتبنوا أفكار جديدة وكلمة أخيرة دكتورة قبل ما نختم حلقتنا الكلمة الأخيرة أقول إني لو تمسكت بالرب ووضعت الرب أساس بيتك هيساعدك إنك تنكر ذاتك وتساعد الطرف الآخر أولاً ويكون لك بيت وعيلة سعيدة ودي أجمل كلمات نقدر نختم بيها حلقتنا بشكرك دكتورة سيلفيا شكرا لك أسيس بلاصة الجميلة دينا عن الزواج الناجح وبنشكر عزقنا المشاهدين على حسن المتابعة لنا اللقاء متجدد معكم إن شاء الله في حلقات مقبلة لا تنسوا أن تكاتبونا على عنوان البريد الإلكتروني الذي يظهر أمامكم على الشاشة أصلي أن يرعاكم الرب ويحفظكم وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر